موسيقى 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 احنا بالتوريزم هذيك شط وبحر وجمل واللي جي بك كاتيجوري متاع توريست معين اللي ما ما تنفعش يغسر يعني شنو اللي جي كس كالكونسوم هنا ومعطا وينجام خالينا هي اسم على جزمة ودينا نحكيه على الاكتصاد الابداعي انصح التعبير اليوم ومرتبط جزتو ما اللي كنت تحكي في الكم مسمحوني على الكلمة معنا مش تحقير لكن معنا اليوم مش كما توريز كما قلت انت بتاع شط ولا توريز تيجي بش يشوف معالم ثقافية وشي بش يكتشف تاريخ بلاد على خطره راها مثلا في التلفزة احنا البرح حكينا على هاري بوتر حكينا على ايرلندا ايزلندا كرواسيا كرواسيا اللي نفع ما نصف فدت يعني معنى بلد معنى بلد كانوا على روحهم عايزين ولد الناس تمشي معنى خاقة اكتظاظ يعني ماتا جيموف ترونز بو مفسام فنومين يعني سيغي هذيك لليوم معنى فاما دي بلاتفورم تحلم باش تعمل حاجة كما جيموف ترونز برشا معنى هافليم وماتاو دي سيغي وماتاو هيدا كي فان بارتي دو توت شن اندوستغي لكن ماتا نحكيو على مثل معين دونك توركيا خلقت حاجة اسمها سياحة ثقافية لانو عندها ماتا تراثة اللي هو ما عارفت كيفش تحطو ونفو عندها لسيت متاحة ماتا الهيستوريك حتى احنا عنا لسيت الهيستوريك رو عنا حضارة كبيرة احنا اليوم قعدنا كين ماتا نحكيو عليها هكا مانيها متاعا كل ثلاثة ثلاثة سنين هما أكثر معنى هما ثلاثة ثلاثة سنين عنا عقدم حضارة في التاريخ حضارة القبصية والعالب لأسف معارش هو مش حتى الحضارة القبصية واخدم حضارة في التاريخ نحنا عنا عقدم الدساتير نحنا بكل شيء اقدم ولكن عنا كحتاج وحنا بال الاسماء معروفة لكن معرفوش ليه تونس ماليك الكيرثة اليوم عنا نس دي پنسور كي ما لتريتي متاح ميغان على لاغرنمي يعني عنا برشا حاجات اليوم ما هيش قاعدة بعطيتنا متعريف بيها وحتى كي جاتي نيساتيف معتها من من برح أنا بعال ما ما عجبتش معنى هوني ما احنا مخلين فراغ طبيعي انو نس اخرين بشي شعورك هو مفروض معنى انتي اللي تتجيب لسيغي هذوك والافلام يتصوروا عندك دوك المواقع التاريخية التركية اللي تنتمي لفترات مختلفة رهو من التاريخ من مقابل التاريخ الى المساجد المعروفة الى الاسواق المعروفة دونك ملايين من الزوار كل عام السينما والتالي بزابة بيها لعبوا دور مهم في مكارتي كبير في اسطنبول فيه معنى ها اول استوديوات من السينما خلقة الديناميك في الشرق وفي اوروبا دونك مسلسلة تركية ما نعبرو عليه بالدراما في المنطقة العرب يقولوه دراما سواء كانت تاريخية وإلا معاصرة ليعرفوا نجاح معنى بيهر الموسيقى التركية أيضا ليزا فيزيويل معنى الموسيقى سواء كانت معنى المتاع التراث القديمة وإلا الموسيقى الجديدة وهذا قبل قلت بش نحكيه على اقتصاد ثقافي لازم يكون عنا صناعة ثقافية بش يكون عنا صناعة ثقافية لازم تكون عنا سياسات ثقافية اللي دفع سياسات الصناعة ثقافية وما فيهمش كان راهو زارت شؤون الثقافية امبليكية راهو يبدأ حتى التعليم حتى معتها برشة أطراف تكون امبليكية دونك اليوم الاقتصاد التركي يلعب دور حيوي في تركيا نلقاو معنى نلقاو مقالات يعني مقالات علمية راهو مثلا إيف غانزاليس كويخانو اكتب الوطنية تتشبه الوطنية أمب طريقة تركيا يعني تفعلك تطبيقية حتى لك نشوف للمسا تحدي نعم تركيا يعني يقولك لك لك اه على اكثر من سبعمائة اه قناة اه تعرف اللي فامانيس وصغار ديجون والليوي يمشوا ويتفرجوا في المسلسلات التركية باللغة التركية اه من غير دبلجة. تعلموا اللغة التركية. اه. وتعلموا اللغة التركية اه. معت في المقال رجع ملول المصر اللي عندها اندوسترية متاع سينما كيفاش كانت هاي منت. كانت. اي. وكيفاش معت اللهجة المصرية دخلت للديار كل في العالم العربي. المنس كل هيدول يتفهم اللهجة المصرية وتتكلم وتعرف شنية الميكلة المصرية. والحوم والأحية والأماكن وكل شي ما. ولا. دي فيه اكبر برشة بالنسبة التركية على خاطر كان السوق كانت كبيرة وحوجازة بالنسبة المصر. بالنسبة التركية تحكي على لغة ما نحكيوهاش. ثقافة صحيح فما فيها من نوع من التشارك في الثقافة ولكن اللغة مهمة جدا اللي ما نحكيوهاش ورغم ذلك اليوم نلقاوه في التوب 3 تأكبر لزيكس بورتاتور دو فويتون في العالم. نحكيو على انبسان لينجويستيك في 350 مليون شخص يعني من المحيط الأطلسي. الى المحيط الهندي. دونك بعد مصر جيت سوريا نفست ايضا. سوريا كيف نعرف عليها ببارشة حاجة معتها بالانتاجات متاحة. جيت لبنان لكن بعد جيت في الفين واسمانيا يقول هولو كوتفو دختيوح يعني كيفاش الناس حبت تركيا. من خلال قنوات كما ام بي سي وغيرها وي سي تمانت مسلسلات اسمهم نور وغيره. دونك نورو مهند معتها. ما ما نعرفش هذك ولا ليه الحق اينا. انت مانيش يسر اما. براكن لسي ري فاما كلك سي ري على نيتفليكس اللي بالحق معناها يتشوفهم معتها انو غيانا انبيه وسي ري أمريكيين معتها بتقنيات والخدمة. دونك قوة سيلة قدتك في الإكسپورتشن دي سيري تليفزي. دونك الناتج الداخلي الخام في تركيا زاد ما بين الفين واسنين والفين واسمانتاش خمسة بالمئة. ومعتها هذي يرجع لعدة عوامل منهم قطاع المسلسلات معتها واللي سيغي اللي لعبوا دور كبير في معتها في نمول الاقتصاد التركي. وليت فاما اندوستري ناشطة مع انتا. كي ما قلنا قبلها مصر كانت ولا 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 مزلت لكن مش بالنشاط اللي اليوم معتها في تركيا البلانيسور متاع هالنشاط اللي ينتج مليارات من الدولارات كل عام. يعني ومعتها ويتم اداعتهم ولا بثهم في اكثر من مئة بلاد في العالم يعني. لان فما حاجة فاجأتني. الامريك لاتين عندها طلب كبير جدا على المسلسلات التركية. الحقيقة اثار استغرابي خطر ثقافة بعيدة يسر لبعضها. ورغم هذية نلقاه طلب هذية كبير. عام الفين وعشرين وهو قدامي الرقم. الطلب العالمي لسيغي تيرك زايد بمئة واربعة وثمانين بالمئة. تجم تتخيل معك. وهذا يظهل يأكد وهي جر حاجة انت تحكي على اللغة من بكري. فما فكرة الدوبلاج وهي مهمة جدا. احنا مثلا بنعرف نيها السوريين يترجموا بالعربية يعملوا دوبلاج. وفما حاجة اخرى في البيزنس موديل كله زادة تطور. اليوم السوريات التركية. وولينا نشوفوها مستنسخة بممثلين عرب وبعضها نص عربي. وهذا اصار في لبنين وهذا اصار في غيره. انت قبيلا قلت سمعتها نستغرب بوجودها في امريكا التينية. قبيلا حكينا على توش تيوك والبصمة. لكنها تدخل معنيها دخلت في العالمة ومشيت سمعتها. الاندوسترية هذية تخلق بصفة مباشرة اكثر من مئة الف معنا تشغل اكثر من مئة الف شخص في تركيا. تخلق اكثر من مليار دولار من المداخل كل عام. زايدت في السياحة ما بين 2010 و2018 زايدت باربعين في المئة في تركيا. وبيسور حسنة صورة تركيا. تعرف تحكي برشا بالغاية على تركيا على الاخوين على الاسلاميين. لكنها اليوم مات الامباك تنتيح تقريبا على مات الوجوه الكل ما تطلب فاساية يعني القطاعات لكل اثرت عنهم. تنتجي جيب فلوس اكسبورتاشون جيب فلوس. توريزم من خلال. الليماج لتطلق المسأسلات. توركيا ونمو الاقتصاد. ويزيكها. خلينا روح لروي. شكرا لي.